أعلنت الحكومة تدبير نحو ثمانية مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعملين بالدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافظ الإضافي وأوضحت الحكومة أن زيادات المالية الجديدة للعملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتعامل مع تدعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف أثرها على المواطنين